تعال اقول لك ازاي تخرج خروجة حلوة وتاكل بيتزا وتشرب قهوة وتشرب بيبس كل ده ببلاش يلا بينا هتلبس يا بشر حتة الزفرة اللي عندك على الحبل وتقوم نازر وراكب اي عربية راحة تجمع وتروح على كايرو فيستفال سيتي وتروح هناك عند الصلاة بتاعت المطاعم وتروح عند مطاعم اسمه بيتزا ستيشن بيتزا ستيشن بقى هناك بيقدم جدا قطع صغيرة جدا تست ان انت تدقها قبل ما تشريه جدا يعني وبص يا باشا عندك خد يا زميلي بقى بص خمسمائة الف مليون ديشونيور حتة الى ما لا نهاية بقى الى ما لا نهاية وممكن تاخد اي قطع انت عايزها او عدد قطع انت عايزها ولو انت كان بش مصدقني ممكن تروح تتفرج على فيديو ازاي تاكل بيتزا ببلاشت كلنا اكتر من خمسة وعشرين قطع حرفيا ما يعادل بيتزا ونص اصلا والحتة كان بتبقى كبيرة فانت ممكن تيجي وتاكل كل اللي انت عايزه على نظام عينات ومش هيقولك اي حاجة وتاكل اللي انت عايزه كله ولو حبيت تدفع بقى وتشتري بقى عندهم طبقى البطاطس بالجبنة ده مع كولة مع بيتزا بتكاف اتنين بسبعين جنيه كل ده بسبعين جنيه بالضريبة بكل حاجة بتدفع سبعين جنيه بتاخد دول وعلى فكرة البتزا بتاعتهم حلوة يعني لطيفة متقلش عليها وحشة وجامدة جدا جدا لو انت حبيب تسرب بقى وتيجيب كالنا بقى عايزين بقى تنشرب بقى وتقوم رايح عند اي كايا اي كايا جنبه بالزبط هتشوف ان علامة اي كايا وتطلع على طول واي كايا ده مكان كبير جدا جدا اصل الاساس قبل الشرب وقبل كل حاجة انت عبقى في اي كايا ممكن تجرب اي حاجة انت عايزها اي حاجة يقولك عليها دوس عليها وانا بيقولك ايه اضغط هنا اضغط وفيه عروض حلوة قوي قوي عندهم عشان رمضان وجدة يعني الكوباية الكبيرة دي عمل 17 جنيه وعلى فكرة متينة وتقيلة يعني والطبق الكبير ده أنا مش عارف اسمه ايه يعني ده 33 جنيه اسمه ابريك ابريك تحط فيه اي حاجة عصاير بقى الكورسي ده بقى مش عشان تقعد عليه الكورسي ده علشان تقعد السماعة عليه كورسي ده كان بقى عشان السماعة بقى تقعد بقى مرتاحة 99 جنيه عشان السماعة دي تقعد مرتاحة لازم تتفعلات ساوت سينجنيه عشان تجيب لقى هزا الكورسي زوغنم ودي مشكلة اي كي ياني فيه حاجات سعرارخيص جدا جدا واللي هو كمان عليها سيل عشان رمضان وجدة وتستنفع فعلا بالسعر بتاحها وفيه حاجات غالية جدا جدا واللي هو ما تفهمش اصلا هي غالية وايه السعر اللي هو مبالغ فيه ده جدا فانتنقل حاجات اللي فعلا سعرارخيص وفعلا عليها عرض والدنية كلها بتتهزد الوقت لو رحت بقى المطعم هناك هتلاقي ان اي مشروب غازي ب 19 جنيه وممكن تعيد ملء تاني تفضل بقى تعيد ملء بشر مدى الحياة بقى وعنده القهوة والشاي ب 25 جنيه وبرده تعيد ملءهم بعد ما يخلصوا الى مدى الحياة يا زميلي ومكتوبة في كل حتة هناك اعادة تعبئة مجانية للكهوة والشاي وكل حاجة حرفين عشان ما حدش يقولك ايه البكاسة لانت بتعملها دي تروح يا زميلي تاخد الكبالة ب 19 جنيه وتملى زي ما انت عايز النوع اللي انت عايزه من البيبس وتروح وتيجي وبخصوص بقى القهوة يا زميلي بتروح تجيب من عنده الكبالة ب 25 جنيه وبيديك قطعة معدنية القطعة دي بتحطها في الماكين علشان تنزلك لبن القطعة دي علشان تنزلك لبن فقط واللبن ده بيدفع فلوسها عشان تروح تجيب يعني لبن تاني لو خلص يعني ولكن اعادة التملؤة دي للقهوة او للشاي لكن اللبن بيبقى بالكوين المعدنية دي وتروح تدفع فلوسها اللي هي 25 جنيه يعني ولكن مهما شربت يا باشا ممكن تروح تملأ إسبريسو تاني او شاي تاني او قهوة تاني مدى الحياة زميلي واول اختارين دول هو دول ممكن تملأهم مجانا مدى الحياة يعني بين 25 جنيه بتاع الكوبالة اللي انت اشتريتها الديو اللي انا واقف في ده فيو جامج جدا جدا لو زائمت على اي حاجة هتشوفها علشان الكاميرا دي كاميرا جميلة و كاميرا رخيصة جدا جدا يعني بص جدا ممكن اعمل جدا تقرب على كل حاجة ممكن تعمل جدا تتحمل لصورة عادي خالص وفيه مطعم تاني جدا برده بره عند الكاشير برده يعني ابقى بص جدا عليه بصة و عندهم اشهر حاجة عندهم يعني الايس كريم و دلوقتي بقى بسبعة جنيه غلي والله العظيم الدنيا دماري يا جدا والله العظيم فدلنا جوه وصراحنا جوه شوية والمون قفل علينا كل حاجة قفلة بص يا عدو شوية لأي حد هنا هنخرج ازاي جدعاه و بس جدا بانا جدا قلت لك ازاي تخرج وتتفسح وتاكل بيتزا وتشرب بيبسي وتشرب قهوة وتعمل كل انت عايزه و تقريبا ببلاش او لو انت هتتكلم فعليا انت باش هتدفع غير 19 جنيه بس و اكتبلونا تحت في الكومنت عايزنا نروح اني مطاعم تانية او نجرب ايه تاني و كالعادة دوسا كوتش السلام عليكم اشتركوا في القناة